سياسة تجويع وتطويع عن طريق الحرمان نهج سلكة الميليشيات الحوثية فها هي تواصل التلاعب بمادة الغاز المنزلي وصار الحصول على استوانة غاز هما كبيرا يؤرق المواطنين في مناطق سيطرتها صنع لا تزال تعيش على وقع أزمة جديدة خانقة في الغاز المنزلي في وقت تتوفر استوانات الغاز بكميات كبيرة في السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة تفوق قدرة المواطن الشرائية خاصة مع الوضع المعيشي المأساوي لغالبية الأسر حيث وصل سعرها إلى 11 ألف ريال المواطنون الذين وقفوا في طوابير طويلة علهم يحصلون على استوانة غاز في وقت تستمر الميليشيات في احتجاز مقطورات الغاز في عمران وذمار وعدم استماح بدخولها ضمن خطة لبيعها في السوق السوداء ميليشيات الحوثي سبق لها وأنفرضت مبلغ ألف ريال على سعر استوانة الغاز المنزلي وكلفت عقال الحارات المعنيين ببيع استوانة الغاز للمواطنين بتحصيل مبلغ خمسة آلاف ريال عن كل استوانة غاز بحيث تذهب الزيادة السعرية لصالح ما تسميه المجهود الحربي تعسفات حوثية وابتزاز للمواطن الذي يعاني من وضع اقتصادي يزداد تدهورا كل يوم خصوصا مع وقف الميليشيات رواتب العاملين في القطاع الحكومي وانقطاع مصادر الدخل في القطاعات الأخرى